اشتركوا في القناة وأنه عابر سبيل لكن دون جدوى فقال الإمام سأنام موضع قدمي وبالفعل نام الإمام أحمد بن حنبل مكان موضع قدميه أي عند عتبة المسجد ولكن حرس المسجد لم يعجبه الأمر فأبعده عن المسجد تماما وكان الإمام أحمد بن حنبل رجلا مهيبا ووقورا وتبدو عليه ملامح الكبر لكن الحراس سبحان الله صفاتهم لم تتغير في كل زمان ومكان لا يستخدمون فراستهم أبدا وبينما الحارس يبعد الإمام أحمد بن حنبل من المسجد إذ رآه خباز كان يملك فرانا بسيطا يعد فيه الخبز ويتبخه ثم يبيعه في الصباح فنادى على الإمام أحمد وعرض عليه المبيت عنده ذهب الإمام أحمد بن حنبل مع الخباز فأكرمه وزاد في الكرم ثم ذهب الخباز لتحضير عجينة لإعداد الخبز فلاحظ الإمام أحمد بن حنبل أمرا مثيرا للانتباه إلى درجة الحيرة والاستغراب وهو أن الخباز كان لسانه لا يفتر عن الاستغفار أبدا فكان مع كل عجينة يعجينها يستغفر الله ومع كل رغيف يدخله للفرن يستغفر الله أو يقلبه أو يخرجه يستغفر الله دون أن يلهيه شيء عن ذلك وبشكل متواصل لا ينقطع ومضى وقت طويل من الليل وهو على هذه الحالة فتعجب الإمام أحمد بن حنبل وقال في نفسه لا بد أن يكون لهذا الرجل شأن عظيم عند الله فلما أصبح سأل الإمام أحمد بن حنبل الخباز عن حاله مع ذكر الله وكثرة الاستغفار فأجابه الخباز أنه اعتاد في كل عمل يقوم به أن يذكر الله ويستغفره وهنا فطنا الإمام أحمد لأمر وسأله وهل وجدت طمرة كثرة استغفارك؟ فقال الخباز نعم فوالله ما دعوت دعوة إلا أجيبت إلا دعوة واحدة فقال الإمام أحمد وما هي؟ قال الخباز كنت أدعو الله أن يوفقني لرؤية الإمام أحمد بن حنبل لكنني ما زلت أنتظر فقال الإمام أحمد أتدري؟ أنا أحمد بن حنبل والله إني جررت إليك جراً حتى يحقق لك الله تلك الأمنية نعم لقد طرد الحارس شر طرد من المسجد حتى يبيت عند هذا الرجل المستغفر سبحان الله فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا انتهت القصة لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس والنقر على الإعجاب ليسلكم كل جديد في أمان الله